هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية اليوم عددا من أفراد عائلة البعينين حيث أشهد بما يبديه سموه من حرص على التواصل مع المواطنين والعوائل البحرينية في مختلف المناسبات وما يمثله ذلك من تعزيز لقيم التأخي في المجتمع والشعور بالأسرة الواحدة وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يتميز به المجتمع البحريني من ترابط وبعلاقة راسخة تجمع بين كافة أفراده مثنيا سموه في هذا الصدد على دور العوائل العريقة التي جسدت بمواقفها أسمى معاني الوحدة الوطنية ونوه سموه بالدور البارز والفاعل لرجالات البحرين والعوائل البحرينية في مسيرة العمل الوطني ومنها عائلة البعينين التي لها إسهامات واضحة في الشأن الوطني والاجتماعي وقال سموه إن العوائل البحرينية شكلت ومنذ انطلاقة النهضة الأولى في البحرين دافعا للحكومة للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة ولا يزال عطاء هذه العوائل ممتدا في مختلف أصعيدة المسيرة الوطنية وقد رفعت عائلة البعينين خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استقبال سموه لهم وعلى ما أبده من حرص على دعم العوائل البحرينية لتقوم بدورها في المشهد الوطني منوهين بالدور الذي يطلع به سموه في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر